شكرا لمحمود جميل لمراسل التلفزيون المصري من العريش حمل مجلس النواب كل الأطراف المعنية خاصة الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث في قطع غزة وتقويد مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي بحق دماء المدنيين وأعلن عدد من الأحزاب السياسية دعمها للموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة مستنكرين الإصرار الإسرائيلية على اكتياح مدينة رفح الفلسطينية جهود لا تتوقف ودعم غير محدود قدمته مصر للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وحتى الآن في ظل إيمان القاهرة بعدالة القضية والثقة الشعبية والرسمية في القيادة السياسية وحسن تعاملها مع الموقف التحركات المصرية حظيت بتأييد رسمي وشعبي واسع النطاق فعلى الصعيد الرسمي أشاد مجلس النواب بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة في المساعر رامية إلى السلام وحقن الدماء والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات معربا على لسان رئيسه المستشار الدكتور حنفي جبالي عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إن مجلس النواب المصري يشيد بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة التي أحدثكم فيها الآن في هذه المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات ومجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة التي يخطوها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك كان للأحزاب والقوى السياسية موقف واضح بدعم وتأييد الدور والتحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية وسعيها الدؤوب لوقف إطلاق النار والعمل على ترصيخ السلام الشامل ومن جانبه وفي أول بيان رسمي له طالب اتحاد القبائل العربية المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للتوقف عن هذا العدوان والاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق الهدنة وهو ما يعكس أنه جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية ويؤكد كذلك دعمه لتحركات مصر بما يحفظ أمنها واستقرارها وعلى الصعيد الشعبي أكد المواطنون في مختلف المحافظات دعمهم للدولة وللرئيس السيسي في كل التحركات التي من شأنها إنهاء الأزمة الحالية ومنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية بجانب الحفاظ على أمن مصر واستقرارها دور مهم جداً حتى العريش برضو وأهالي سينا كانوا بيستقبلوا الناس بمنتهى الحب وبمنتهى أننا كلنا إيد واحدة كلنا ساعدنا بعض شيء محسوب لمصر ومشكوراً طبعاً السيد الرئيس على كل الدعم وكل المساعدات اللي هو بيقدمها واقف طبعاً مع القضية الفلسطينية تاريخ يشهد منذ سنة 1948 وما تقوم به الدولة المصرية وما قامت بالعديد من التضحيات والدماء التي اتسالت في حرب 48 وفي حرب 67 وفي حرب 73 وما زالت الدولة المصرية داعمة للقضية الفلسطينية مصر بتقدم الواجب اللي عليها بدون أي كلام وبدون أي تحفظ وإحنا ما بنخشيش من حد حاجة إحنا بنعمل اللي يرضى دمرنا منحة إخوتنا دي إخوتنا ودي دمنا هو دعم وثقة رسمية وشعبية من مختلف فئات المجتمع يؤكد بما لا يدع مجال للشك الثقة الكاملة في القيادة السياسية وكيفية تعاملها مع إدارة الأزمة الحالية وحفظها لأمن واستقرار البلاد ترجمة نانسي قنقر